أما الصراط فهو دال على عظمته تعالى لأنه خلق عجيب فإنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ولابد لهم منه قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فما هو الورود على النار المرور على الصراط كما فسر ذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة تزل فيه الأقدام وفيه خطاطيف كلاليب تأخذ من عليه تأخذ ممن عليه من وكلت به تقذفهم في النار وقد تخذشهم خدشا فيكون الناس عند المرور على الصراط ثلاثة أنواع ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم ينصب الصراط في ظلمة والنار تحت عمق أبعد من سبعين خريفا ويعطى الناس أنوارهم يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم فيمرون على الصراط بسرعات أيضا بحسب أعمالهم وقد قال عليه الصلاة والسلام فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم مكدوس يعني ملقى يدفع ويلقى نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يسلمنا عند المرور على الصراط الحديث الثامن والثلاثون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم هذا الذكر من أذكار الرفع من الركوع وفيه ثناء على الله وأنه يعطي ويمنع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فالخلق خلقه والأمر أمره وقوله أحق ما قال العبد يعني أن هذه العبارة لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت من أحق ما يقوله العبد في حق ربي تعالى وقوله وكلنا لك عبد جملة اعتراضية والتقدير فينبغي لنا أن نقول هذا مدام هذا أحق ما يقول العبد وكلنا لك عبد إذن ينبغي أن نقولها وفي هذا الدليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهواء أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغي إذن على العباد أن يقولها وهذا دليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر وأنه حري بناء لا نهم له وأن نحافظ عليه وإنما كان أحق ما قاله العبد لأن فيه تفويض الأمور إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر بيده وكذلك فيه حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة أين؟ في أي جملة هذا الكلام في أي جملة هذا الذكر فيه فيه حث العبد على الأعمال الصالحة ففي أي جملة من هذا الدعاء وهذا الذكر ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب السلطان والعظمة والمال لا ينفع عندك ماله عظمة وسلطانه إنما ينفع عمله الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفعه جده وسلطانه عظمته ماله ما ينفع عندك إلا عمله الصالح قال تعالى ألمان والبنون عرض الحديث لا ينفعني لما ينفع وينفعه لما منعت وهذا يقتضي الاعتراف بأن الله المنفرد بالإعطاء والمنع فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه هذا ذكره شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وقوله عن التحميد في الحديث وملأ ما شئت من شيء بعد إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فهو أعز من أن يحسب ويعد وملأ ما شئت من شيء بعد يعني بعد من السماوات العظم فإنه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملأ السماوات والأرض فحمده منتهى ما وصل إليه السابقون ثم أحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى وليس وراء ذلك الحمد منتهى ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهى صلى الله عليه وسلم وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد لأنه كان أحمد لله من كل مخلوق آخر كان أحمد لله عليه الصلاة والسلام كما في شرح بداود العين ونخب الأفكار له إذن هذا الذكر مرة أخرى متى يقال يا جماعة إذا رفع رأسه من الركوع حقيق أن يحفظ اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم هذا من أذكار الرفع من الركوع وفيه ثناء بالغ على الله وحمد عظيم لله وفيه دليل على عظمته سبحانه الذي له الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد ذلك وأنه المستحق للثناء والمجد أهل الثناء والمجد سبحانه المجيد صاحب المجد العظيم وبيده كل شيء يعطي ويمنع هذا مجد